السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ نصرى بحبر قناة الأستاذ ناجح تلاميذ الرابعة ابتدائي نواصل معكم سلسلة النماتج الخاصة باختبارات الفصل الأول واليوم سنكون مع مادة اللغة العربية ولمن يبحث عن هذا الملف الخاص بالاختبار وتصحيحه تجدون رابطه في صندوق الوصف وفي أول تعليق بالإضافة إلى كل الدروس التي تحتاجونها في مادتي اللغة العربية والرياضيات على بركة الله أو قبل أن أبدأ في شرح النموج المرجو منكم الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونشر الفيديو في المجموعات التعليمية على بركة الله نبدأ عندما كنت صغيرا لاحظت أن جدي يحتفظ بصندوق خشبي في غرفته أظارني الفضول فسألته في أحد الأيام ماذا تخبئ في صندوقك الخشبي يا جدي أجاب جدي كنز لا يقدر بثمن يا بني ركضت إلى الصندوق وفتحت غطاءه كي أرى الكنز الثمينة لكنني لم أجد سوى حفنة من تراب وعلما مخضبا بالدماء ومذكرة خفق قلبي بصرحة كعقارب الساعة وركضت نحوه صائحا لقد سرق اللصوص كنزك يا جدي اقترب جدي من الصندوق فتح الغطاء ونظر داخله ثم ابتسم قائلا لا يا بني لم يسرق اللصوص شيئا صحت بأعلى صوتي ألم تقل يا جدي إنك تملك كنزا ثمينا جدا ابتسم الجد وقال وهل هناك يا بني في العالم شيء أغلى من تراب الوطن هذا هو المراث الذي تركه أخي مذكرة حوت سطورا نورانية وعلى من عاش لأجله ومات من أجله البناء الفكري أنت دائما عزيز التلميذ لا تنسى قراءة النص أو السند مرارا وتكرارا هات عنوانا مناسبا للنص بماذا كان يحتفظ الجد في غرفته اشرح من السند الكلمة التالية ووظفها في جملة مفيدة تخفي هاتي من السند ضد كلمة أرخص البناء اللغوي أعرم ما تحته خطف السند عندنا كلمتين يحتفظ اللصوص وأيضا عدران عندنا ثلاث كلمات عاش استخرج من السند لفظة نسبية ضرف زمان وحرف عطف حول الجملة التالية مع الضمير نحن ركضت إلى الصندوق وفتحت غطاءه كي أرى الكنزة الثمينة علي سبب كتابة تا في الكلمتين صحت حفنة وضعي الإدماجية السياق حضن الأم هو الأمان والحنان والطمأنينة وهو أكثر الأماكن اتساعا اكتب فقرة ما تامانية أصر تصف فيها أمك وتبين واجبك ودورك نحوها الآن نعود إلى الحل هاتي عنوان مناسب للنص يمكن قول الصندوق الخشبي الثمين أو أقول صندوق جدي أو أقول حب الوطن كلها بإن الله تعالى صحيح بماذا كان يحتفظ الجد في غرفته أجيب إجابة تامة كان يحتفظ الجد في غرفته بصندوق خشبي من هذه الجملة أفهمها عندما كنت صغيرا لاحظت أن جدي يحتفظ بصندوق خشبي في غرفته اشرح من السند الكلمة التالية ووظفها في جملة مفيدة تخفي عندي تخبئ أرخص عكسها ماذا أغلى أين هي أغلى أرخص أغلى أعرف ما تحته خط عندنا ماذا يحتفظ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخره وعند الفعل عاش عاش فعل ماض مبني على الفتح اللصوص سارق اللصوص فعل والذي قام بالفعل اللصوص وهو اسم مرفوع أعيد اسم مرفوع قاب بالفعل فهو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره عزائي التلامد لو أضفت لكم كلمة الغطاء فتح الغطاء هنا عندي فعل فاعل هنا فعل هل أقول فاعل لا لاحظوا معي عندي اسم منصوب ما به من من الذي فتح الغطاء هو الجد الجد هو الفاعل والفاعل هنا ضمير مستتر لم يذكر لكن فهمه من سياق الكلام فأقول فتح الجد الغطاء ماذا فتح الجد عندما أسأل بماذا وعلى اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل فهو مفعول به إذا ليس بالضرورة أن يأتي الفاعل مباشرة بعد الفعل بعد ذلك لفظ نسبي درسناها في سيغ عندي خشبي مدرسي خشبي هو اسم يضاف له ياء مشدودة لتبياني النسبة عليه عندنا ضرف زمان ضرف زمان عندنا ها هي في أحد الأيام الأيام حرف عطف مملؤ بي عندنا لحظ عندنا الواو عندنا الواو في أماكن أخرى ومات وعلى من إلى آخره نحن ركضنا ركضت أنا ونحن ركضنا إلى الصندوق وفتحنا غطاءه فتحنا ركضنا فتحنا غطاءه كي نرى الكنز الثمين هنا صحته لماذا التاء كتبت مفتوحة قد يقع التلميد في خطأه ويقول لك يا أستاذ هذا اسم ثلاثي ساكن الوسط هدف الأصل ليس اسما بل هو فعل فعل تكتب التاء مفتوحة في الأفعال حفنة كتبت التاء مربوطة في كلمة حفنة لأنها اسم مفرط مؤنة وهنا أقول كتبت التاء مفتوحة في كلمة صحت لأنها فعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه